من ينقذ البحر الاحمر من التلوث البيئي ومن يتحمل مسؤولية ذلك اسئلة تتردد في اذهان الجميع بعد اعلان الجيش الامريكي بدء غرق سفينتين تجاريتين في جنوب بي البحر الاحمر اثر تعرضهما للهجمات الخوثية وهو ما سيضاف لكارثة السفينة البريطانية روبي مار الغارقة بكامل حمولاتها من الاسمدة والوقود منذ مارس الماضي دون التمكن من انتشالها الجيش الامريكي اعلن عن بدء غرق السفينة التجارية اليونانية تور التي استهدفها الخوثيون غرب ميناء الحديدة الدايلة تسر بالمياه الى قرفة المحركات واجلاء طاقيمها عنها كما اعلن فشلوا اطفاء الحريق الذي شب في السفينة الاوكرانية ومقادرة طاقيمها وتركها تغرق وزارة المياه والبيئة قالت ان غرق اي سفينة كان له تأثير لكن الاثر يتوقف على عاملين الاول نوع الحمولة وكميتها فاذا كانت الحمولة مثل المواد الكيموية والبترولية ومشتقاتها فسوف يكون الاثر البيئي غاليا اما العامل الثاني فهو موقع الحدث من حيث العمق والطيارات البحرية والتنوع الحيوي للموقع الجانب الحكومي لا يزال يسعى لاقناع الامر المتحدة بالعدول عن توصيات فريق خبرائها بشأن التعاول مع السفينة روبيمار التي تحمل اربعة واربعين طن من الاسمدة الخطورة واثنين وعشرين طن من الوقود بعد ان اقترح الخبراء ترك السفينة تتسرب حمولتها بالتدريج الى قاع البحر كونه لا توجد آليات ومعدات لانتشالها مسؤولون يمليون اكدوا ان تلك التوصيات لا تقدم ضمانات فعالية بعد محدوث تلوث عند تسرب الحمولة كما لا توجد ضمانات بان يكون التسرب تدريجيا وغير ظار على البيئة البحرية اشتركوا في القناة بهم اشتركوا في القناة